موارات نادي الأهلي أمام نادي الجنة في الجولة الأولى من كاس الربطة والبطولة مستحدة أسل أول مرة نتمنى لها النجاح ولكن حنشوف مع الوقت إيه اللي حيحصل قبل ما تكلم عن الماتش النهاردة طبعا أكيد كلنا زعلانين من خسارة المنتخب أمام نيجيريا طبعا الزعل جاي من الخسارة وجاي كمان من العرض السيء اللي تقدم سوق الأداء ما كانش متوقع لو كلمنا عن النتيجة عادي النتيجة وردة ممكن تخسر ممكن تتعادل ممكن تكسب فنتيجة وردة لكن سوق الأداء بصراحة زعلنا كلنا أنا من وجهة نظري سوق الأداء كان ليه أسباب بس السبب الرئيسي هو مستر كارلوس كيروش مدير الفني المنتخب اللي عمل حاجات غريبة جدا في الجزء الأمامي من صفوف المنتخب أو من القائمة الأساسية اللي كانت بتلعب والتغييرات الغير منطقية إحنا للأول بصراحة كنا متفائلين قبل المباراة أنا واحد من الناس كنت متفائل قلت على الأقل طبعا البداية دايما بتبقى صعبة وخصوصا أن أنت بتلعب المنتخب النيجيري قلت على الأقل حنتعادل مش حنخسر إحنا عندنا لعبة كويسة عندنا فرقة تنافذ بقوة عندنا مدير فني المفترض أنه هو سيرتو الزاتية كويسة جدا ولكن خلينا يعني يعني مش عارف أجيبها إزاي بتأذب ولكن أنا شايف أنه بيقلف كتير زياد عن لزوم منتخب مصر ده مش حق للتجارب خصوصا في البطولات الكبيرة يعني إحنا زعلنا في كاسة العرب ولكن قلنا خلاص ماشي هو الراجل بيجرب في كاسة العرب اللجنة المؤقتة اللي كانت قبل كده بتاع اتحاد الكرة كانت متفقة معها على حاجات معينة منها شرط التقاهل لكاسة العرب فالراجل قال لك أنا حجرد في كاسة العرب ولكن ميستر كروش لازم يعرف أن مصر أكتر واحدة حازت على بطولة أفريقيا للدول لازم يعرف أن مصر ديها تاريخ كبير جدا 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 في كرة القادم الأفريقية على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية لازم يعرف حجم منتخب مازل طب هو ما عندوش فكرة عن الكلام دو طب خلاص هنقول ما عندوش فكرة عن الكلام دو طيب أنا عايز أسأل سؤال واحد إيه دوره الجهاز المعاون يعني والجهاز المعاون فيه شخصيات أنا أكن لها كل تقدير واحترام وناس هيلة في المجال التدريبي ولكن اللي أنا شايفه إن ميستر كروش بيعمل اللي هو عايزه يعني لو كلمنا عن ميستر كروش الماتش اللي فات سيبنا من كاس العرب دلوقتي كاس العرب قالك كنت بغرب وكنت بجيب لعيبة وكنت بشوف ماشي خلاص فيش مشكلة اللي شفناه الماتش اللي فات لأ حاجة تانية خالق تجارب غريبة جدا يعني أنا بس عايز أسأل سؤال هو أنت بتموه على مين بتموه على منتخذ نيجيريا لما عملت الفاشكالة اللي قدام دي لما دخلت محمد صلاح في رأس الحربة وحطيت مصطفى ناحية اليمين مصطفى محمد أنا ماشي وبدأت في تريزيجي في قلب نص الملعب أنا ده اللي أنا عايز أعرفه يعني طب لما أنت بتعمل تموه طب ما كان الأولى بالمدير الفني لليفربول مثلا أنه هو علشان مثلا ما يجي يلعب فيه مع مستويات قوية من شيرسار سيتي من من يونيتد تشيلسي ما كان هو الأقدر أنه هو عشان يموه عليهم يلعب محمد صلاح في مركز غير مركز يعني ما الناس كلها عارفة أن محمد صلاح بيلعب في الحتة دي ومحمد صلاح بيتقلق في الحتة دي أنا اللي مستغرب له اللي مستغرب له محمد صلاح وفي إزاي بسوء طبعا سمعا وطاعا للمدير الفني بس أنا مش لقي نفسي بعد ربع ساعة لازم أتكلم بعد نص ساعة وانت محمد صلاح من أفضل لعيب العالم إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق في الفترة الحالية ولكن ولكن أنا كلعيب في الملعب مش لقي نفسي في مكان بلعب فيه مش بلعب فيه الأول مرة لأن محمد صلاح بيلعبها بس في وسط الجيم في وسط المباراة ولكن أبدأ من الأول من البداية للنهاية في المركز ده ربع ساعة مش لقي نفسي نصف ساعة مش لقي نفسي أنا كمدير فني من برا أنا بدير المباراة أنا بقرأ الخزم واضح أني ميستر كيروش ما كانش أري فرقة نيجيريا واضح أني ميستر كيروش بدل ما يربك حسابات نيجيريا أربك حسابات المنتخب المصري ولعبته في الملعب ولكن برضو اللي أنا عايز أقوله ميستر كيروش يتحمل جزء كبير من المسئولية ولكن اللعيبة كمان يتحمله جزء من مسئولية الخسارة والعرض اللي تقدم المباراة اللي فات لأن أحيانا أحيانا إحنا كلعيبة لو فيه أخطاء سواء تكتكية أو فنية أو إدارة مباراة من الجهاز الفني الروح العالية جوه أحيانا بتغطي على الحاجات دي ولكن اللعيبة كان ينقصها الروح الماتش اللي فات بصراحة يمكن باستثناء حتى حتى إحنا شفنا بعض اللعيبة اللي إحنا كنا بنعتمد عليهم ونقول هيقدوا مباراة جيدة دول حيوقفوا الفرقة على رجل دول ممكن يفرقوا معنا شفناهم بعدين عن مستواهم على الإطلاق يمكن باستثناء محمد الشنوي رجل مباراة مصر ونيجيريا من وجهة نظر لكن اللي حصل كمان إن أنا كمسر كيروش لما بعمل عايزة أقول لغبطة لأن اللي حصل لغبطة فعلا لغبطة اللي هو عملها بتأثر كمان على اللعيبة في الملعب فنيا يعني يعني أنت حتى وانت في الملعب حسس أن أنت مش قادر حسس أن أنت متكتف حسس أن أنت مش قادر تلعب براحتك مش قادر تأدي وبالتالي ثقتك بنفسك بتنزل يعني لو لو إحنا نتكلمنا عن لعيبة مصر الماتش اللي فات تحس أن هم بعضهم فقد الثقة جدا جدا سبب من ضمن الأسباب مصر الكروش إحنا إحنا أصلا الفترة دية الفترة دي كلنا ورى المنتخب هندعم لازم ندعم المنتخب ونقف جنب لعيبته ونقف جنب الجهاز الفني لأن إحنا عايزين نعدي المرحلة اللي جاية المرحلة اللي جاية زي ما بيقولوا كده نكون أو لا نكون تعندك مبارتين المبارتين دول لازم توص فيهم أنا من وجهة نظري المبارتين دول يعني متوقع بالنسبة كبيرة إن إن شاء الله بإذن الله المكسب لمنتخب مصر أنا من وجهة نظري البطولة تبتدي من الدور اللي جاي بالنسبة لمنتخب مصر ده المحكة الحقيقة تحتلعب بعد كده بخروج المغلوب أتمنى أتمنى إن الأخطاء اللي ويع فيها مستر كروش واللي ويع فيها اللعيب الماتش اللي فات ما تتكررش الماتشات اللي جاي يعني إحنا دلوقتي إحنا دلوقتي بنلعب على بطولة وأنا متهيق لفكر مستر كروش طالما رايح البطولة ديت خصويا بعد بطولة كاس العرب وردود الأفعال السلبية اللي هو يعرفها طبعا وهو ما بلغوها له أكيد بيلعب على البطولة وأكيد الرجل بيخاف على اسمه هو إحنا مش هنفضل حقل تجارب على طول لحد ما نوصل للماتشدة على كاس العالم اللي هي توصلنا لكاس العالم إن شاء الله لا هو أكيد برضه عايز يحقق البطولة لمنتخب مصر فده المحاك الحقيقي لنا المحاك الحقيقي الدور اللي جاي الماتشين اللي جايين دول طبعا نكون أو لا نكون زي ما أقول لحضراتكم ولكن لازم منتخب مصر يكسبهم إنما بداية من المباراة بقى اللي هي الفاصلة اللي هي بتخرج المغلوب لا ده لازم يكون تركيز عالي جدا من المدير الفني ومن اللعيبة في الملعب الغلطة محسوبة الغلطة محسوبة عليك بالنسبة الغلطة